اشتركوا في القناة ازمة بنزين ويصير في ازمة مزوط هالمرة تخطينا هذا الموضوع لحديث هلأ بس لش يعني لنا سنة واكتر من سنة طالما البحر مفتوح طالما البوايخر عم تقدير تجد على لبنان ما في عنا مشكلة نحن على طول عنا فوق العشرين يوم كمخزون بشركة المستوردة غير المخزون اللي بيكون عند المستهلك او بالمعمل او بالمصنع او بمستشفى او بالسوبرماركت الى اخره سو دايما نحن قدرنا نأمن على طول مستوى معين من المخزون تحت في حال صار لا سمح الله اي حادث يكون في عندك كم نهار على القليلة تحت يكون في استيعاب للموضوع اذا صار في موضوع من هالنوع هيدا والبوايخر اليوم بعد عم توصل بشكل طبيعي عم توصل بشكل طبيعي ولكن في عدة ازا بدك يعني من سنة لليوم صار في عدة مراحل قطعنا فيها يعني اول مرحلة هو زادة التأمين للبوايخر تاني مرحلة في بعض البوايخر اللي هي البوايخر التلينية ممنوعة انه تيجي على لبنان ليه؟ لأنه الحكومة التلينية هيك قررت أنه البوايخر يلي هتابعة يلي عندها إيطاليون فلايج يعني هي مسجلة بإيطاليا الحكومة التلينية رافضة أنه تيجي على لبنان لأنه بتعتبر أنه مخاطر الحرب عالية لدرجة أنه من عدة أنه تجيب مش بس للبنان لبنان وإسرائيل بتجيبوا من المصافي الإيطالية؟ لا بس أوقات كتير بتجيب من مصافي يونانية بس بتكون الحاملة الباخرة بتكون هي تلينية ترفع عنام إيطاليا فإذاً في رزق صار على البواخر في رزق على البواخر بعد حديث اليوم البواخر يلي هي حاملة غير العلم التليني عم تجي على لبنان بتفوت بسهولة؟ بتفوت بسهولة تكون في اعتراض لألة أو شيء؟ لا ما في اعتراض لألة في اليوان موجودة بالبحر هي على طول عم ترائب كل البواخر كل الحركة يلي البواخر تتجي على لبنان بدأ تاخد إذن من اليوان أكيد تمروا بتاخد إذن من اليوان ومن الجيش البناني بطبيعة الحالة طب الكميات بعدها هي زيتة اللي عم تجيبوها؟ الكميات هي زيتة ولكن نحنا شفنا من تقريبا من شهر ونص لليوم كميات نزل بطريقة الاستهلاك يعني نزل بطريقة ملحوظة يعني عندك بمادة البنزين تقريبا 35% أقل من مكان هو سابقا بمادة المزود 15% أقل وهذا ناتج عن العمليات العسكرية بجنوب كل شي جنوب صيدة ما عندك بقى حركة تسار كل شي من بعد زحلة وبعلبك صوب الهرمل بدك تقول أن الحركة تقريبا شبه وقفة ما بقى في حركة كمان بقلب الضحية الجنوبية بقلب الضحية الجنوبية كمان وعندك كمان بالليل يعني من بعد الساعة 8 ما بتشوف حركة مثل حركة طبيعية وبالتالي كله هذا أثر على حركة السار بس قداش هذا بيأثر على الاقتصاد يعني الانخفاض بالكميات المستهلكة ده بتأثر على الاقتصاد شو تأثير على الاقتصاد أكيد بس الاقتصاد ينزل ويخف والحركة الاقتصادية تخف أكيد بالاستهلاك بيخف وبطبيعة الحال الاستهلاك مواد المحروقات إن كان بنزين مزوط أو غاز بيخف نقل مطاعم بتتوقف عن العمل السيارات الاستهلاك كمان يعني مثلا عندك برجع بقول كل شيء مثلا اليوم إذا بدك توسل أي بضاعة من بعد منطقة صيدة ما فيه لذلك الحركة الاقتصادية وقفت وبالتالي الاستهلاك خاف وبالتالي كمان الاقتصاد بهالمناطق كمان معدوم اليوم مسألة الطاقة مسألة أساسية يعني بتحريك البلد وبتحريك الاقتصاد وبالتالي كمان بصير أي أزمات بصير أنه العين كتير مفتحة على مسألة الطاقة أنا معرفة يعني قداش تستمر القطاعات بالعمل اللي بتاعتمد على الطاقة وهي كل القطاعات بالآخر بتاعتمد على الطاقة كهرباء مزوط بنزين غاز كلها كلها بتعتمد على هذه المواد السؤال اليوم نحن بلبنان هل في عنا سياسة معينة هل في عنا استراتيجية معينة بهذا الموضوع أم أنه لا نحن نتكيف مع الأزمات بطريقة كل واحد يشوفها كيف مناسب لهم مثل ما تعرف المواد النفطية هي اليوم تحتى تستعمل تحتى تحرك الاقتصاد بس بنفس الوقت إذا ما كان فيه اقتصاد يعني مش المواد النفطية هي اللي بتخلي أنه الاقتصاد ينمى بالذات بدك يكون فيه اقتصاد شغال واقتصاد عم يتحرك وساعة الطلب يزيد أو بينقص نحن كشركات استيراد نتكيف لهالوضع هذا يعني اليوم مثلا أنت أعطيك فكرة المخزون تبعنا عليه ليش عليه؟ لأنه نزل الاستهلاك وبالتالي إذا كان عنا تنقل من أسبوعين كان عنا 15 يوم استهلاك يعني كميات إضافية هلأ اليوم صار عنا 20-22 يوم بالتالي هالشي هيدا الستوك بيلعب بيطلع وبينزل حسب الاستهلاك بس نحن على طول بنجرب نأمن بطريقة ضويمة على القليلة 20 يوم بمستوضعاتنا تحرق ما عنا بيسموه احتياط استراتيجيك استراتيجيك ستوك عنا؟ ضمن هال20-22 يوم هالكمية هيدا لا سمح الله إذا صار في حادث إذا صارت مثلا سكر البحر أكيد يستعمل جزء منه كبير كاحتياط استراتيجيك كيف يعني احتياط استراتيجيك يعني عندك المستشفيات عندك الصليب الأحمر عندك كل هال emergency services هيدولي بيتخصص لهم كميات مباشرة يعني لا سمح الله إذا صار أي حادث كبير أو أي حادث طريق عندك عندك من رأس عربين كما بيقولوا كمية بتتخصص لهال emergency services وهوذي يعني بتخصصون حسب شو؟ حسب انه كل قطاع وفي اتفاقات معهم في اتفاق مع الدولة في اتفاق مع وزارة الطاقة ونحط برنامج بهذا الموضوع كمان مع هيئة الإغاثة والونسنة عم بيحضروا أنه في حال لسمح الله بيصير أكتر من عم بيصير اليوم أنه شو ممكن أنه نعمل بقى هالشي هيدا اليوم جاهز بس أكيد حتى يكون يعني يتنفذ بدأ قرار من رأس الوزارة لأنه ما فينا نحن بنفسنا يعني ناخد هالقرار إنما يجينا تعليمات من رأس الوزارة إنه بدكون تخصصوا هاي الكمية يلي هو معروف شو الكميات في أسواق قررت أنه ببقى تتعامل مع لبنان؟ من الخارج؟ لا لا يوجد أسواق لا كله عم يتعامل معنا كله عم يتعامل بطريقة طبيعية معنا طيب كمان يعني بالمسألة اللي إليها علاقة بسوق المحروقات أنتو كمان بحسب مفهمت من وزير الطاق أنه لكم ندور بعملية يعني التزويد مراكز النازحين صح صح طلب مننا دكتور فياد أنه نساهم بعملية التزويد لأنه بدون يوزعوا تقريبا 15-16 مليون لتر مزوط خلال الأربعة تشهر الليجيين للمراكز وطلب مننا إذا فينا نحن نساهم شركات كلها لشركات الاستيراد الجوابت مع هذا الطلب ولح تأمن بطريقة مجانية يعني مش مجانية مية بالمية بس مثلا بالما ناخد كامل الكلفة عم ناخد جزء من الكلفة يعني فيه تقريبا وفر لخزينة الدولة تقريبا نصف مليون دولار بهالعملية يعني بكون نحن سهمنا نصف مليون دولار ككلفة أقل للدولة من ما هي إذا بدأت تجي اليوم وتعملها بطريقة عادية يعني عم تحكي على صعيد إداة سنة شهر شهرين أربعة تشهر على صعيد أربعة تشهر على صعيد أربعة تشهر نعم بعد أربعة تشهر إذا لسه محل استمر الوضع هك نرجع نحكي بالموضوع هلأ يعني طلب مننا أنه نحن نساهم على أربعة تشهر ونحن جوابنا بهذا الطلب شركات الاستيرات كلها جوابت وقبت أنه موفقتها حتى تساهم بهذا الموضوع طيب استاذ ماروني أنتو كشركات وكهيئات اقتصادية ما زهقتوا من هذه الأوضاع؟ يعني شوف استاذ بسام اليوم ما فينا نجني نحنا نبكي وننعي بدنا نكون وقعيين يوم نحنا بحالة حرب بس مش جديد هده مع طول ما صار لنا مدري كم سنة صحيح كل فترة نقع بحالة حرب أو نقع بأزمات يعني وقت صارت لأزمة المالية قداش صار في أزمة بنزين ووحروقات وانه شو صح هلأ إذا بدك شكيلك همنا أنا مستد شكيلك همنا لا بس الحقيقة بنا نحكي الواقع والحل وقع لحلك الواقع أولا نحنا اليوم بحالة أنه نتضامن مع الدولة نتضامن مع الحكومة نتضامن مع كل الأشخاص اللي هن نصحوا نطروا أنه يتركوا بيوتهم وضيعتهم والقرية تبيتهم إلى آخره اليوم نحنا بصدد أنه نساعد قد ما فينا نساعد ولكن للحقيقة بعتقد أنه كل لبنان اليوم يعني ما يقدر يتحمل أكتر من عم يتحملوا والسؤال هو قدية بعد فينا نتحمل شهر شهرين ثلاثة شهر قدية لأنه اليوم إذا بتشوف الاقتصاد ككل اتراجع يعني تعطيك فكرة كنت عم بقرة الورد بانك البنك الدولي أرقام طبع الخسائر أرقام طبع مش بس الخسائر في رقم لفتلي نظري أنه كان مفروض أنه لبنان بالسنة الـ 2024 يكون فيه نمو لو بسيط بس يكون فيه نمو هلأ من بعد ما بلشت آخر جولة موجة الحرب والاعتداء من إسرائيل على لبنان كل التوقعات بتقول أنه لحيكون فيه 6.6% تراجع بالاقتصاد يعني هذا رقم بينقز وبيخوي في نفس الوقت رقمتاني كمان يلي لفتني نظري أنه في عندك تقريبا الكلفة الإجمالية لهالحرب من وقت ما بلشت فوق 8 مليون 8 مليار ونص دولار كيف مقصمين؟ عندك تقريبا 3 مليار ونص يلي هني خسائر فعلية من وقت ما ابتدأت من بعد 17 أيلول وعندك تقريبا 5 مليار وشوي يلي هو يعني نتيجة هالعدوان على خسائر اقتصادية خسائر اقتصادية على فترة معينة عليك خسائر مادية خسائر مادية هلا بس تجي تحسوا بكل هالشي هذا معناتها أنه لبنان تراجع تقريبا 15 سنة لورا بكل هالشي اللي عم بيصير وهذا محطوط بالريبور تبع الورد بانك بقى بالتالي اوكي نحنا هيدا الوضع هيدا وقت يعني ما بقى فينا نحنا نرجع نحكي ونقول شي ولكن شو بد يصير من بعد ما توقف الحرب إذا وقفت الحرب وقامت ما توقف الحرب هيدا السؤال يلي كل الاقتصادين عم بيسأله حالهم وهيدا السؤال يلي الهيئات الاقتصادية بس نجتمع كل مرة عم نسأل نفسنا انه هيدا شو يعني الافاة تبعه شو لح يصير به هالوضع هيدا شو لح يكون تداعيات هالحرب هيدا اقتصاديا ميليا من ناحية النسيج يعني الوطني كل هالأسئلة هيدولة عم نسألهم وقديش فينا نضاين يعني انت اليوم طلبنا نحنا من الدولة البنية انه تأجل مثلا كل الدرائب رسوم الدرائب اللي انه لازم تندفع اوكي اذا أجلت هي عم تأجل على فترة معينة تحتى العالم الشركات يضل عندها كاشفلو معين تحتى تقدر تدفع على المعاشات صحيح هيدا مش الى اللا نهاية هيدا بتضاين شهر شهرين وبعدين يعني من بعد من قلت رأس السنة شو رح يصير هل حيضل نفس النمط اللي نحنا مشين فيه اذا رح يضل نفس النمط قبل لك انه فيه مشكلة فيه كارسة كبيرة واقعة على الاقتصاد لانه الاقتصاد ما رح يقدر يهد يعني هذا الموضوع يلي نحنا اليوم بيصدد انه علامة استفاهم كبيرة والخوف والاستدراك طبعا هذا الموضوع لانه اوكي شو بتعمل بعد شهرين هذا السؤال يلي ما حدا انتو شركتكم اليوم عم بتعاني بهذا الموضوع نعم شركتكم عم بتعاني بهذا الموضوع اكيدنا انه اذا انت تراجعت بالاقتصاد وتراجع الاستهلاك كحتى شركات النفط كمان قديش فيها تضاين اذا شهرين ثلاثة اربعة خمسة شهور وبعدين شو فيها تضاين هالشركات بدون ما كمان يقع المشكلة عليها هذا السؤال يلي انا بعتقد انه لازم ينسأل وهذا يلي ما فيه جواب ما فيه اجوبة عليه للأسف نعم اذا بك تستخدم هيدا الكلمة اقتصاد صمود بهذا الاقتصاد شو بتعمل يعني اليوم يعني خيب بدتكمل هالشركات بتكمل هالمؤسسات بتكمل هالمصالح شو بيعملون فيه مصالح الساس بسام سكرت يعني فيه ناس سكروا اوكي يلي انضرب يلي انسكرت اوكي فيه محلات ومصانع بلشت تدفع رواتب اقل يعني مثلا عم تخصم معارضتي بالاساسة 20% 10% 20% 30% كل الشركات السرعة كل عم تتبع هلأ هالسياسة يعني والشركات يلي اذا بدك ميديا ولارج عم من هلأ لآخر سنة لها تدفع مثل ما عم تدفع بس بعدين بدت بلش ترجع تعمل حساباتها هذا الوضع يلي نحنا عم نعاني منه هذا الوضع الحقيقي يلي صار يعني الوزراء معهم خبروا رئيس الوزراء معهم خبروا شو يعملوا الوزراء يعني بالنتيجة شو يدون يعملوا هن عندهم مسؤولية المجلس النواب عندهم مسؤولية الوزراء عندهم مسؤولية نحنا كلنا كلب ني عنها مسؤولية طيب ما بتجي بتخبروا انه انت وين صرت ولوين واصل وكمان بد يجيوبك ما في كمان يضل كل واحد يعمل وكأنه ما ما في شي صاير بالاقتصاد لأنه من النتيجة إذا الاقتصاد وقف إذا الشركات وقفت يعني أو سلامتك على البلد ما بغض فيك تعمل شي وهذا السؤال للأساسي شو جوابوكم هنا جوابو بيهوزوا برأسون بيقولوا إن شاء الله خير وعن شو شو عم نعمل هيدا الجواب اللي عم نشتغل وعم عم نحاول يعني بيحكوك جواب لأنهم يمكن كمان مش بيقيدهم هيدا الموضوع حتى تطلع من هذه الأزمة بكرة إيجا وقف طلق نار ممكن بعد جمعة بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة إيجا وقف طلق نار بكترجع تحرك هالاقتصاد بكترجع تحرك هالشركات صح بكترجع تحرك هالقطاعات يعني أول شي على أي أساس بكتحرك اليوم أنا مستثمر هوني بيت الأسيد ها هوني بيت الأسيد شو بعمل بحط مصرياتي وبعد عارف بعد سنتها بدي أخسرهم السيس بسال بذبط بصلي شو بعمل السيس بسال خانيني أقولك شهرين إذا ملح من بعد هذه الأزمة الطويلة العريضة يلي عم نقع فيها يلي وقعنا فيها إذا ملح يصير فيه إعادة تفكير كيف لبنان بد يكون بالمرحلة الجاية إذا بدنا إذا التفكير هو إنه لح نظلنا بنفس الطريقة نشتغل بقل لك من هلأ إنه ملح يمشي الحال ملح يمشي الحال لسبب بسيط تحكي بالسياسة بالسياسة بالاقتصاد ملح يمشي الحال لأنه ما نعتقد لح تلاقي ناس مستعدة ترجع تحط استثمار بالبلد إن كان لبنية أو غير لبنية إلا على أسس يلي بتكون كتير واضحة يلي بتأمن إنه السمارية تبعها هالشركات ما فيك كل عشر سنين أو خمسة عشر سنة أو عشرين سنة ترجع تبني اقتصاد من أولوه ما فيك كل عشر سنة أو كل خمسة عشر سنة ترجع تبني وتعمير بيت أو مؤسسة أو معمل أو مصنع أو مستشفى هذا شي ما بيجوز أول شي ما بيجوز ما بيصير اقتصاديا عمليا ما بيصير ما فيك أنت اليوم بكل بلاد العالم بس شخص يبني بيت أو بناية أو شو مكان بيعم يحسبوا إنه هاي على مية سنة نحنا بلبنان إذا بتجي تحسب بآخر خمسين سنة كم حرب وقعنا فيها أو خمسة وثلاثين سنة كم حرب وقعنا فيها خمسة ستة حروب قطع على لبنان ما فيك كل خمسة عشر سنة ترجع تعيد الكرة وترجع تبلش من أورو جديد إنه المستثمر مصرياته معدودة وبعدين المستثمر بيعمل لحسابه إنه يرد مصرياته بوقت معين البناية ما فيك تردها بعشر سنين وبخمسة سنين بناية أقلة بناية خلي واحد يعمل لحسابه بدأ عشرين ثلاثين أربعين سنة دونك ما فيك تجي تقول له كل عشر سنين أو خمسة عشر سنة يرجع عمير بن أورو جديد أو المصنع أو المعمل وبالتالي بعتقد إنه نحن من بعد هالأزمة بد يكون فيه عادة صيغة للاكتصاد هالصيغة ما فيها تكون إلا بضمانة معينة تحتى تضمن لعالقليلة عالقليلة مئة سنة لقدام وقلم نكون عم نضيع وقتنا وما نحن نشوف وأنا أعلم على كلامي بتقى في الحرب في كتير ناس بيقولوا إنه بد يجي مساعدات مساعدات ممتازة إذا أجت ولكن المساعدات أول مساعدة بد يكون هو إنه يكون فيه دولة أوية رئيس جمهورية مجلس وزراء مجلس نواب يكون متضامن يكون عم يعمل شغل على مئة سنة لقدام مش على عشر سنة وخمسة عشر سنة لأنه هايدي الضمانة الأساسية أهم من الشخص اللي بدو يجي يعطيك مساعدة أو الشخص اللي بدو يجي لتوخزني بتشحب منه هايدي قصة تشحادي ما لح تمشي هالمرة لأنه ما لح ترجع تكون البلد من أول وجديد بدو يكون فيه سيغة جديدة هالسيغة بدأت تضمن الحوكمة بدأت تضمن أنه يكون فيه لبنان على السنين الجاية مثل ما عم بقولك على مئة سنة وأكتر إذا ممكن وإلا يعني خوض مثلا البلاد اللي حوالينا دوباي مثلا أو حياة البلد تمن قول دوباي بيقولوا دايما أنه عم نشبه حالة لدوباي يلي هو كيف عمر دوباي لأنه فيه استقرار لأنه فيه استقرار اقتصادي فيه استقرار أمن فيه استقرار وفيه دولة وفيه سياسة إلى آخرية فيه استثمارات وحتى أبرس ما تروح لبعيد أوكي يعني بدك تطلع بالنموذج بدك تطلع بالنموذج يلي شغال إذا نحن نحن عنده أرض محتلة ليه ما بتعمل مقاومة ليش هلأ هلأ بدي لك شغل أستاذ بسام نحن اليوم إذا بدنا فعلا نرجع نبني وطن بدنا أول شي نبني اقتصاده بدنا نبني اقتصاده بدنا ضمانة تستطيع تبني الاقتصاد بدك ضمانة سياسية بدك ضمانة سياسية وبدك يكون عندك رئيس جمهورية برجعة بقول بدك مجرس بدك حكم الوزراء بدك يطلع يتسمى الرئيس الوزراء ويسمى الوزراء تقول له ما ننطر سنة إذا كمان ما ننطر سنة بيكون ضاع الوقت بيكون كمان ما في سئة بيكون كمان روحنا على حالنا فرص وبأكد لك إذا صار فيه إسكرار إذا صار فيه فعلا هالشي هذا إذا رجعت رجعنا بنيننا الدولة بأكد لك أنه مستثمر بيجي على لبنان لأنه مثل لبنان فعلا يعني موقعه وشعب اللبناني اللي موجود يلي هو عنده طريقة استضافة وعنده يعني فهم وعنده إمكانيات أوكي هيدا أسد هيدا شغلة كتير كتير مهمة إذا بتطلع بكل البلدان اللي موجودين نحن فيها اللبنان هو فعلا مميز بكل هالمواضيع هيدوري بس إذا ما عطيته هالأوامر هاي بتكون ما عملتش في مسؤولية كتير كبيرة على السياسيين بهالبلد هل لحي يكونوا أد الحمل وأد التجربة اللي مفروض يكونوا فيها وإلا بيكون مع مناشي هوني بديوصير فيه تغيير كمان بالذهنية بديوصير فيه تغيير يعني بالنظرة لوظيفة لبنان اليوم وظيفة لبنان شو هي وظيفة لبنان هل وظيفة لبنان أنه هو يكون دولة عندها اقتصاد حر عندها استثمارات دولة بتتمتع بكتير من المغريات السياحية وغير السياحية أم بدك لبنان يكون دولة هي أرض حرب وأرض قتال وعندها اقتصاد حرب بس يعني هون كمان نظرة للاقتصاد اللبنان ووظيفة لبنان بالمنطقة بدأت تتغير أكيد أكيد أنا فين أحكي به شئ الاقتصاد أقول إذا تكون في عندك اقتصاد أوه بدي يكون عندك استقرار سياسي استقرار أمن وبدأ يكون عندك هالمكونات بدي يكون عندك الحوكمة بدي يكون عندك قضاء غير مسيس قضاء يكون قوي تقدر تاخد حكم بأيام أسابيع وليس بسنين يعني كله هيدا دورة تحتى ترجع يكون عندك اقتصاد ويرجع يقوم البلد مثل ما لازم يقوم طب مين يلي بيقدر يعمل هالشغل يعني أي دولة أو أي مسؤولين أو أي شرائح من المجتمع مين بجعمل هالشغل السيد بصام إذا من بعد هالتجربة آخر تجربة يلي نحن هلأ عم نعيشها ما في وعي كفاية للبنان يعني معناتها أنه يمكن نحنا بإسف أنه إذا ما في وعي كفاية يمكن ساعتها أنه نحن أنه نكون بلد مستقل ويكون عنده الكيان حتى يقوم بنفسه لأنه بالنتيجة يعني شون أطرين شون أطرين اليوم نحن نحن نروح يعني بيطلبوا مننا أنه ننتخب أوكي أوكي مننتخب متى ما أنت انتخبت شخص هذا الشخص يلي أنت انتخبته مفروض هو يقوم بالواجب إذا ما قيم بالواجب شو بتعمل أوكي بدك خلال فترة معينة من بعد الأربع سنين إذا ما طلع قد الحمل إذا أنت شفت أنه ما ما أنه هو يعني ما عطيك السورة اللي أنت بدك إياها ما مفروض تجاه تنتخبه هذا بكل صراحة هذا بكل بلاد الدموقراتية هذا مفروض أنه يصير هل نحن وعينا كفية أنت عم تخذنا على محل بالسياسة أنا ما بدي أحكي بالسياسة بسأل حقيقة بسأل حقيقة بسأل حقيقة اليوم بتماع تقول أنت اليوم إذا أنا بدي أطلع من هذه الأزمة وإرجع على وضع كنت فيه قبل الحرب يعني إرجع ما فيه إصلاحات مستحيل إرجع ما فيه إصلاحات إرجع مثل ما قلت الحكومة بدي مدير إدالة تتشكل انتخاب الرئيس إذا انتخب شو بعرفني إذا ما انتخب إرجع على محل أنه والله شكل حكومات محاصصة وكل واحد ينتو الشقف من مال لمان هذه لا بتبني لك بلا بتبني لك ولا بتعمل لك ولا بتعمل لك أي ثقة باعتقادة أنا برجع بقول لك أنا مني سياسي أنا بحكيك بالاقتصاد بس عم برع وعم بسمع والنتيجة يعني بكل بلاد العالم الاقتصاد هو يلي بيوصلك للسياسي ومش العكس بس بدي أعطيك شغلي يعني إذا اليوم نحنا ما قدرنا نتفق سوى كيف بدأ توقف هاي الحرب وكيف بدأ ننتخب رئيس جمهورية معناتنا إنه ما لحنا نقدر نبني من بعد ما توقف الحرب وأنا بعتقد نحنا عم نعيش إيام مفصلية يعني أنا بعتقد كمان إنه كلمة تعوقنا كلمة إذا بدك يعني كأنه نحنا مش قادرين نتفق وهذا بعتقد الخطر الأكبر نقل إنه هال ديلاي يعني هالعاق اللي عم نشوفها ومن هيدا هيدا يعني ما ببشر بالخير وهيدا بعتقد أكتر أكتر إنديكايتور أكتر شيء اللي ممكن إنه يخليك تفكير إنه طيب لوين رايحين وهل إنه نحنا فعلا عنا جواب إذا وقفت الحرب شو بنا نعمل بعتقد هيدا السؤال الجوهري والأساسي بس هيدا السؤال ما هو أنا سألته إنه إذا وقفت الحرب إنت شو بتعمل إذا وقفت الحرب شو بتعمل أنا شو بعمل كلها الناس شو بيعمل بدك أنت كون متفق بالسياسة يا خي ما عم بفهم أنا نحنا كلنا منحب لبنان ما في طايفة ما في شخص باللبنان تسأله إلا بيقلك أنا بموت باللبنان وأنا هيدا هويت وهيدا باسبوري طيب بس كل واحد بيشوف لبنان بطريقة معينة طيب هات 128 نايب يلي نحنا بيمثلونا ما فيهم يتفقوا على كيف بدهم هيدا البلد ما بيجوز كمان هني مفروض يتفقوا على أنه يكون بدهم البلد مثل البلدان متأدب ومثل البلدان المتطورة هالم مفروض يتفقوا عليه نعم بس يمكن في بعض نظرة البعض منهم ما بتشوفوا هاي بتشوفوا البلدان أخرى بلدان عم بتعاني بتشوفوا بزاعة عم بتعاني مش ليك عم بلك إذا ما اتفقوا كيف بدي يكون لبنان إذا ما حطوا بيبالهم أنه بالنتيجة هذا البلد كلنا ما نتعايش فيه وكلنا ما نعيش فيه وإذا ما اتفقوا على الصيغة يلي على القليلة بتأمن مستقبل ولادك ومستقبل ولادة وأحفادك وأحفادة يعني بتكون راحت علينا عم بلك مش إنهيكي عم بقول أنه هل كم يوم أو هل كم أسابيع لحيكونوا مصيريين لأنه إذا ما اتفقوا على هذا الموضوع إذا ما اتفقوا كيف بدي يكون لبنان يعني ما لحيتفقوا على شيء وعم تأخذ هذا الكلام نعم تقولوا حضرتك بعين الاعتبار بعتقد نحن سمعناه عدة مرات بكيف يعني العالم ككل برجع بقول لك بالاقتصاد مش بالسياسة بالاقتصاد يعني بيسألونا طيب أنتو شو بتكون يعني أنتو طيب كيف تنجحوا بالخارج عندكن وين ما رحت بحية بلد بفرنسا بأمريكا بإسبانيا بدول الخليج بالسعودية بدبي باستراليا أوكي بأمريكا اللاتينية اللبنانيين بينجحوا وأنتو باللبنان مش قادرين تنجحوا مش قادرين تتفقوا على هالبلد شو بدكن كيف بدكن تدروه شو الصيغة إلا بدكن تمشوا فيها وهيدا السؤال هيدا السؤال يلي بعتقد السياسيين يوم بدون بدون يسألوا حلو فيه أجوة كبير بدون يعطوها للعالم يلي انتخبوه يعني ما فيهم يضلوا هيك أنه ناطرين شو يعني أكيد فيه ضغوطات دولية فيه ضغوطات دولية من كل البلدان بس كمان إذا إذا فيه قرار لبناني أنت عندك شك إذا اتفقوا بين بعضهم فيه اتنان إذا إنت وجارك أو إنت وخيك اتفقتوا سوا فيه واحد شخص تالي يخل فيكون لا لا ما بيقدر حلوك خير بس بدك أنه اتفقوا بس بدك تصير فيه اتفاق بدك يكون فيه اتفاق هذا الاتفاق الداخلي بدك يصير بس هذا الاتفاق الداخلي أوقات عم تجي عليها عوامل منبرر عم تخرب أستاذ بسام مين ساعدنا من الخارج هلأ هلأ بهاي الأزمة مين ساعدنا بهاي الأزمة فيه دول قد منت مساعدات الدول العربية شو بدنا بالمساعدات مش عم بيحكي بممساعدات عم بيحكي بالسياسة مين ساعدنا أنه فعلا نصل لاتفاق سياسي في حدا نساعدنا ما بعتقد حدا نساعدنا لأنه كل واحد جربوا اللجنة الخمسية يعطوا وساطات جرئيس الجمهورية أنا بأكد لك أنه كل واحد عنده مصلحة معينة لذلك بعتقد لازم السياسيين اللبنين نقعوا أنه المصلحة الوحيدة هي المصلحة يلي بتجمعهم تجمعهم بين بعضهم إذا ما اتفقوا على المصلحة يلي لح تجمعهم بين بعضهم ما يستنظروا أنه دول الشقيقة والدول الصديقة لح تساعدهم لح تساعدهم إذا هن ساعدوا حالهم وإذا ما ساعدوا حالهم ما في جدوة طب كمان هذا الوضع يعني عم بيأثر كمان بالموضوع الاقتصادي بشكل كتير كبير كمان بهجرة هالناس بهجرة هالشباب يعني اليوم أنت بدك تبني اقتصاد بدك خبرات نعم وبدك عقول وبدك ناس بعمر فتي بدك شباب لحتى يرجع يبنوا هذا الاقتصاد صح أنت اليوم تهجرهم كلهم فيك ترجع تستعيدهم شوف أول شيء بالواقع وقع الحال في كتير ريس عم يتقوا ليش عم يتقوا عدة أسباب أول سبب أنه بدين يأمنوا بدين يأمنوا مصلحتهم وبدين يأمنوا مع عيشتهم ما فيهم يقعدوا ناطرين على بواب الشركات أنه يتوظفوا إذا الشركات هي عم تسكر هذه أول نقطة تاني نقطة هنا في كتير ناس الجيل الجديد يلي طالع يلي عمروا عشرين واثنين عشرين سنة هذا جيل خلق من بعد الحرب وما ما عرف شو هي الحرب دونك اليوم هو خايف هذا الجيل خايف وما بلومه أنا عندي مثلا بعدي شركات يلي عمروا عشرين واثنين عشرين وخمس وعشرين سنة بس يسمعوا وجدوا صوت أو بس يسمعوا انفجار يعني بيخاف وفي عندك صبايا وعندك شباب يعني بينهاروا وشف ليها بعدة شركات هيدولي ما فيك تلومهم إنه ليش أنت عم تنهار أو ليش أنت عم تخاف لأنه يعني ما شايف الحرب وما سمع أنابل ومتفجرات قبل وهيدا الزلمة أو هيدا الصبية عم تقولك أنا شو صير علي أنا خلقت بدي شوف العالم بدي سافر بدي انبسط بحياتي بدي أعمل عائلة ليش بدي بدي أقصص حالي وأقعد وممكن أنه إذا رايح أم جاي على شغلي بدي يمكن يصر لي شي أو أو موت على الطريقة أو شي في عندك ناس هيك بتفكر دوك مشن هيك في عندك عدد من الأشخاص حمل حاله فل يا فل لأنه بده يأمن مستقبله والمعيشة يا عنده عائلة يخايف عليها يا فل لأنه خاف بس هيدول الأشخاص أنا يعني أكد لك أنه إذا الوضع رجع إذا الوضع رجع مظبوط يعني وصار فيه استقرار هيدول الأشخاص بيرجعوا لأنه متمسكين بلبنان عندك الطبيعة الحلوة عندك العالم الممتازي هون بلبنان عندك الجو يلي ما بتلاقيه بغير بلد بغير بلد حدا عايز شغلة صعبة أنه تلاقي إذا بدك اليوم أنت بحياة لبلد متقدم إذا صار لك شي بدك تروع على المستشفى بدك تنطر ثلاث أربع ساعات حتى طبيبي يتطلع فيك لو فتت على الاميرجنسي أنت عارف هالشي أنت هون تصال على المستشفى بخبر اللبناني اللبناني اللي هون إنه شو بصير بره بس بدو يتحكم عندك هون في شي بطبيعة الإنسان يلي هي مميزة وهذا الأفانتاج طبعنا بس هذا الأفانتاج نحنا اليوم عما نلغي بالوضع يلي نحنا فيه هذا الأفانتاج بدنا نحنا نستفيد منه بدنا نجلب النصص مير بدنا نخليل يجي على لبنان أنا بأكد لك النصص مير بيجي على لبنان المغترب بيرجع بيجي على لبنان بيحط مصاري بلبنان بس بدك تأمن له الاستقرار الأمنة والسياسة والاقتصادة بدك تأمن له كمان إنه يكون فيه قضاء حتى ما حدا يكون حق التاني هذا أمنهم وبتشوف كيف ودون السنتين الثلاثة بترجع بتشوف الاقتصاد كيف يعني يطلع بطريقة كتير سريعة بد يشير إلى خبر أوردوا الجيش الإسرائيلي منذ قليل بيقول أنه رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي هارد زي علاوي كان ببلدة كفر كلا بجنوب لبنان يعني إحدى البلدات المحتلة حاليا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكان له تصريح بكفر كلا بيقول فيه أنه بدنا نتابع القتال بدنا نتابع التأدم وسنضرب حزب الله في العمق وبقوة كبيرة يعني هذا الحديث اللي عم نقوله مش لهاك يبعتقد أنه يعني شو ما يعني نحن هيدا الأمر عم يدل كمان مرة أنه في عندك اليوم خطر على كيين لبنان خطر كيين لبنان إذا ما قدروا يوصلوا لاتفاق بطريقة بيصيرها معينة نحن كمان يعني البلد بخطر مش بس أنه العدو يضربنا وهنا عندك عندك خطر أنه ما يعود فيه بلد هيدا المشكلة هيدا المشكلة أساسية يتقصم بتخيف البلد يعني علجت أول وثاني وثالي وبعدين شو بتعمل يعني هيدا بعتقد أنا هيدا اللي عم بقوله أنا بعتقد كثير من اللبنيين بفكروا مثله طب المستثمر اللبناني هنداش بستعد بعد يحط مال بالبلد يعني اليوم بيقدر يروحها غير محل يعني شو بعمل أنا اليوم إذا بكرة ما وصلت لحل أنا إذا بكرة رحت على حل مجتزأ وحل مثل ما قلت بحضر لحرب أخرى أنا كمستثمر لبناني شو بعمل بوقف شغري بلبنان وين بروح ومستثمر بره قادر استثمر بره شو بعمل أستاذ بسان المال الاستثمار ما قلو دين وما قلو لون وما قلو بلد اليوم أنت افتح على الإنترنت بتلاقي فوق المئة وعشرين بلد مستعدين يستقبلوك إذا أنت بدك تستثمر فيهم وبيعطوك التسهيلات وبيشجعوك وبيعطوك يعني البدكي بيعطوك إقامة وبيعطوك يمكن باسبور من بعد فترة وبيعطوك البدكي يعني العالم كله تغير طريقة تفكيره كل العالم حتى العالم يلي أكتر شي كانوا إذا بدك مصنفين نعم منغلقين منغلقين عم قول العالم منغلقين عم بينفتحوا على العالم وعم بينفتحوا على المستثمرين لأنه يعني جولدون رول إذا أنت بدك اليوم تفيد بلدك وإذا بدك تحسن من مستوى البلد يلي أنت عايش فيه ومستوى الأشخاص اللي عايشين بالبلد بدك بدك يعني بدك تفوت مصاري لهالبلد يعني مثلا خوض حياة لبلد هالبلد هيدا عنده ناس عم يشتغلوا إن كان عمال أو إن كان موظفين أو حياة لشي إذا أنت عملت بطريقة إنه يكون عندك مستثمر بهالبلد عم ترفع متفوت مدخول لهالبلد وعم ترفع من شأنه بس ترفع من شأنه عم يستفيد البلد مشان هيك كل الدول يلي حتى يلي متطورة أو الغير متطورة راكت تتفتش على مستثمر لنك لبنان لبنان المستثمر أو يلي معه مصاري عنده اليوم تشويس عنده اليوم خيارات كتير كبيرة عنده أوروبا من أوروبا لأفريقيا لأمريكا لغير بلدين لنك ليش بده يرجع يحط مصاري بلبنان إذا ما تأمله هالسكرار أنا بأكد لك أنه كل المستثمرين الكبار يلي بلبنان بدون ما نسميهم بيقولوا لك نحنا عم نستثمر بلبنان أنه منحب لأنه نحنا عنا علاقة عنا علاقة عاطفية مع لبنان يعني ما لحسمي أشخاص بس فيني أقل لك مثلا رودالف سعادة أوكي تتنسمي أنا سألته مرة طيب أنت ليش عم تستثمر بلبنان قال لنا أنه أنا عندي عاطفة على لبنان أنا بعتبر حالة لبناني وهيدا شخص من أكبر مستثمرين بالعالم أوكي ومنه يعني أمتال مثله أمتال من هون عم بيقول لك أنه إذا نحنا ما عرفنا لملي محالنا ونقمل لهم هالشي هذا ما لح ترجع تشوفهم أو يلي استثمروا ما لح يرجع يزيد على الاستثبار يلي هو قام فيه طيب يعني أنت وكل الشعب اللبناني وعشتنا الأزمة الاقتصادية اللي ما رأنا فيها والأزمة البلية اللي ما رأنا فيها وشفنا أنه التجربة ما كانت مشاجعة لأنه هؤلاء جماعة ما قرروا يعملوا إصلاحات ما قرروا يعملوا ما قرروا يعملوا واليوم أنت بعدك عم بتعاني من مسألة أنه بلبنان ما عندك مصارف ما في مصارف اليوم في ناس خسرت بيوتها في ناس خشتت مصالحها في ناس تركتش أشغالها طب هيدا ممكن إذا كان عنده مصارف البنك كان قادر يسحبهم هلأ منه قادر يسحبهم أو إذا ما كان عنده مصارف كان قادر يروح ياخد القرض من البنك الداي كمين هذا الوضع بيصعب الأمور بيصعب كتير أنا بقول لك مستثمر وأنا عم بفتح قلبي اليوم معك أنا تعلمت بأمريكا وجيت بالتسعينات بالسنة تقريبا تسعة وثمين سبعة وثمين وأشت عدة حروب وبأكد لك أنه في عندي عدة أفراد من عائلتي بقيوا خيرج لبنان أنا كل يوم بتبوع عبوكرة بتسئل طب أنا ليش بعدني بلبنان ليش رجعت ليش رجعت ولو كنت مثلا بغير بلد هل أنا كنت نجحت بطريقة يعني أحسن يعني بشوف رفقاتي يلي كانوا معي بالجامعة لبنية بشوفهم كيف نجحوا بالخارج هلأ هني بيجوا لهون من وقت لوقت وبيمضوا الفرص بس عائلون وهني عيشتهم خارج لبنان هو بيطلع فيي بيقلي أنت مثلا والله عندك كان عندك كتير قارج كان عندك أنت شجاعة أنه جيت على لبنان بيقلي أنا حابب أرجع على لبنان وأنا بيقله أنت بقيت برا عندك شجاعة أنه بقيت برات لبنان كل واحد يتطلع على الثاني ويشوف أنه تطلع وتقول أنه هو يمكن أخذ الخيار الصحيح أو أنا أخذت الخيار الصحيح بس بالنتيجة هذا الخيار أخذنا ولكن السؤال أنا أخذت الخيار أنا باقي هون بس أولادة وأحفادة هلح يرجعوا على لبنان بأكدلك أنه لا أولاد يعني أخوتي ما لح يرجعوا على لبنان عملوا عيشتهم هونيكة وعم يستثمروا برات لبنان وعم يقدوا أهدين برات لبنان هلأ بيوجدوا أوقات بيقدوا الفرص هون بس هيدا بأنه كيف أنه أنت بدك يرجع ضخ دم بلبنان وبدك ضخ أموال بلبنان تحت ضخ أموال بلبنان بدك يرجع بإيقلك بدك إستقرار إذا صار في إستقرار أنا أكد لك أنه بيرجعوا بكل العالم هيدولي هلأ يلي قاعد بلبنان كمان دولة لبنانية والحكومات يلي يلي تعاقبت والوزراء مش كل الوزراء قل لك أنه بيصعبوا الأمور بس في كتير وزراء بهاين وفي كتير وزراء بيصعبوا الأمور والوزراء اللي بيصعب الأمور بيخليك أنت تكون تتسأل ليش أنت بدأت تكمل لك هذا الموضوع كمان سؤال بينطرح وبينسأل ليش الشركات اليوم اللي عم تستثمر في لبنان بلما يسهلوا لها أشغالها يعقدوا لها أشغالها وهذا الشي كمان يعني بتتسأل أنت طب ليش عم بيعملوا هيك ليش أنه أنت اللي جاي تحط مصاري ليش بدون يهاشلوك ليش بدون يعطوا أفانتاج للشخص اللي ما بيشتري بطريقة مضبوطة الشركات اللي جاي اليوم عم تدفع الرسوم عم تدفع الدرائب وعم تشتري بطريقة مضبوطة وعم تسرح عن مواصفين أو تدفع كل شي اللي لازم تدفعو ليش هالشركات هيدول اللازم يشجعوها شو بيعملوا فيها بيصيروا يحطوا عليها رسوم الزيادة وضرائب الزيادة وبتطلع على الوضع الاقتصادي بيجي بيقلك الشركات اللي خارج نطاء الدرائب هيدول نحن ما فينا عليهم شي لأنه هيدول مش موجودين بسجلاتنا بقى بدون هني مصاري زيادة الدولة بتجي عن مين بتجي على الأشخاص اللي وصل الاقتصاد اللي هو منه مصرح يشكل 60-65% من اقتصاد اللبناني طب هالشي معقول يعني هيدا عم بقلك فيه تناقضات بهالبلد منها طبيعية وبتخليك انت تفكر اكتر من مرة انه طيب انت عندك مشكلة بالسياسة بس كمان شو مشكلتك بالاقتصاد شو مشكلتك انه تخلي هالشركات تنمى وتشتغل وتعائب يلي عم يكون خارج نطاق الشرعية وهون كمان سؤال كمان بينطرح ومشل ناك عم بقلك انه هالشي هيدا يعني هالكمول هالاشي اللي تكدست على اخر فترة يعني لابد كانت انه تنفجر بالاقتصاد ما نفجرت باقتصاد نفجرت بالسياسة انتو عندكم بقطاع المحروقات اقتصاد موازي اكيد في اقتصاد موازي اكيد في اقتصاد الموازي وللأسف اه شو بتعمل شو بتعمل بتقول عنه سقوط محرى في جسابه بس نعم محرى في جسابه بيدر كون كتير اكيد بيدر بيشكل ببعض المواد تقريبا 25% كان يشكل المزود نعم كان يشكل 25% 25% من مقطعية لبنان وكان هذا لا بيخضع على مواصفات ولا بيخضع ولا بيخضع صحيح بالتجارة شغلتنا انه نقوم بهالشغل هيدا ولكن لو ما كان فيه اسرار لو ما كان فيه يعني نية انه نحنا نشتغل بالطريقة اللي اشتغلنا بأكد بأكد لك انه كان الازمة اكتر بكتير من ما كانت بس انا ما بدي ارجع على الماضي لانه الماضي يعني اطعناه ونحنا اليوم بمشاكل وبأمور اهم بكتير من الامور اللي نحنا عشناها بال2019 بس كمان برجع بقول وبكرر انه لو ما كان فيه شركات تؤمن بالبلد ما كان اتمون تهي وخلت هالعجلة تظلة شغالة بس نحنا اليوم بال2024 اوكي عنا مشكلة اساسية هالمشكلة لازم تنحل اول شي وقفت لقنا النار واهم شي انه يكون فيه اتفاق شو بدنا بلبنان يكون 100% بس كمان يعني كل التداعيات كمان لازم تعالج حتى التداعيات كانت موجودة من قبل وحكيت عن جزء منها انت لمسألة مثلا التهرب الدريبة مسألة التهرب الجمرك مسألة التهريب طب هايدي كمان عينينا كتير منها وما ننسى قداش نحط مصاري على الدعم وهذا الدعم راح بطريق التهريب صح صح اكيد يعني هاي دا حكينا احنا فيه عدة مرات وشركات المستهر ضد هالموضوع لانه يعني وجهتنا يعني وجهت نظرنا كانت انه دعم لازم يكون للأفراد وليس للسلع يعني للسلع انه سلع بالنتيجة ما فيك انت ترائب وقدمنا عدة اقتراحات مننا مثلا انه يكون فيه حسب عدد السيارات الموجودة بيتقدم طلب على كل سيارة بيجي QR code انت بدك تقدم تسكتك والاشخاص اللي هي بحاجة اللي تدعمها صح مش انه بطريقة عشوائية بس ولكن كل شي اللي نحنا كنا نقدمه كان يجي بالرفض انه لأ نحنا ما بدنا نعمل هيك او ما بالسياسة كان فيه يمكن اذا بدك توجه معين او كان فيه نحنا بالنتيجة استاذ بسام بس يبعتوا يستشيرونا يخدوا رأينا نعطي رأينا التقنة بس نحنا ما فينا نفروض نحنا ما فينا نفروض بس اكتر من مرة وهي شي كان يتدون بكل الاجتماعات اللي كان بالسراي رئيس الوزارة وزير الاقتصاد وزير الطاقة المعنيين الامنيين يكونوا موجودين مصر في البنان كله يكون موجود ونحنا نحكي الحقيقة انه فيه شغل بنيحة في لبنان انه شخص فيه يوصل الفكرة تبعيته بدون ما انه يكون عنده يكون متهد يعني يكون انه يمنعه حتى اليوم انا على البلاتو على الالبي سي عم بيجي عم بعطي افكاري بكل بكل اذا بدك بطريقة يعني بكل حرية بكل حرية مية بالمية طيب قديش اليوم نحنا كمان اقتصادنا يعني وقالنا الاقتصادات لحوالينا مش كتير مقلع يعني كان سوريا اقتصادا مش مقلع ولا كان العراق ولا كان منها منها الاقتصادات الاوية بس دايما بيقولوا انه الاقتصاد اللبناني يستعيل عافيته بسرعة نعم اوكي وانت اليوم عم بتقول انه اوكي كان بيستعيل عافيته بسرعة بس انا بدي اقتصاد على مدى مية سنة ما يصير شي صح قديش نحنا اليوم باقتصادنا بنقدر نواجه مثلا بحبنا حقول نواجه الاقتصاد الاسرائيلي بشكل كامل بس قديش الاقتصاد الاسرائيلي يتعافق بسرعة اكبر من الاقتصاد اللبناني والخسائر والخسائر يمكن مبارف قديش الخسائر عندهم شو نسبتها من حجم الاقتصاد عندهم خانيني انا احكي بالاقتصاد اللبناني بعتقد انا انه الاسرائيلية بيعرفوا انه اكتر بلد انه ممكن يضارب اسرائيل هو لبنان ليش نقل انه الطاقات البشرية الموجودة عنا والامكانيات الموجودة عنا من المغتربين من الدياسبورا هن امكانيات كتير عالية وهالشي هيدا بيشكل نقل نحن برجع بقلك بس تسافر للخارج وانت بتكون بتكون ضمن مجموعة اشخاص عالميين يعني هن بيتعاطوا بالاقتصاد العالمي بيقولولك انه قدي امكانية لبنان انه يكون عنده وجود على خارج الاقتصاد العالمي وبقى اكد لك هاشي ومش عم بالير ومش عم كبر الخاصة براس البنية بس هيدا واقع ليش لانه نحن عنا اول شي انتشار نا بكل العالم عنا المستوى العلمي والمستوى الاقتصادي المستوى الاستثماري كتير عالي وعنا الكون من خلال المغتربين ياللي كتير عالي هاشي هيدا بيشكل انه عندك انت مكان معين بالاقتصاد العالمي يعني مكانك محفوظ بالاقتصاد العالمي بس انت عليك انه تستثمره اذا انت ما عرف تستثمره بتروح عليك اذا انت عرف تستثمره فيك تكون سنجابور وفيك تكون تلعب دور كتير مهم بالشكل الاوسط وكاننا نحن بالستينات وسبعينات كنا نلعب دور كتير مهم اوكي انت تعرف هالشي كل العالم عارف هالشي بس نحنا وقفنا من الثمانينات ومن التسعينات لليوم تقريبا ترجعنا ترجعنا بقشواط ما في شي بيمنع انه مش نهيك عم بقلك اذا نحنا درنا نرجع نسبت ونعمل سياسة على مئة سنة فينا نرجع ونرجع واهم ما شي الاحترام البلدان يلي هي تتعطى بالاقتصاد كون اكيد انه البلدان الاوروبية والامريكانية وكل البلدان مش بس الغرب كل البلدان هي مستعدة او هي يعني بدأ انه تشتغل مع بلدان يلي هي قوية اقتصاديا وبالتالي نحنا علينا انه برجع بقول انه يعني عنا خيارات بس هالخيارات انا فينا احكيك بعد قد ما بدك على هيدا الموضوع اذا بالسياسة ما صار فيه اتفاق اذا بالسياسة ما صار فيه هالتوجه هيدا ما بكون عملنا شي نقنق بالنتيجة السياسة هي اللي بدأت تحط الاسس لكيف هالبلد بدوين دار طيب شو هي القطاعات الافضل يلي يعني ممكن كمان تحسلنا باقتصادنا وممكن يروح عليها اكتر واكتر لحتى نستثمر فيها يعني يعني بعد هيدا الحرب وبعد الازمات اللي مرقنا فيهم لازم بالاخر نلاقي محل انه انه شو فيه شو فيه كمان بيطلق هالاقتصاد عن جديد من قطاعات ممكن نحن نستفيد بنا وننافس فيها على شكل واسع اساس باسام انت تعرف انا رئيس مجلس إدار بيريتاك صح واساس بيريتاك التي تساعد المبتكرين ورجال الأعمال ورجال النشئين يعني رجال أعمال النشئين من بعد 2019 كان فيه قبل 2019 كان فيه توجه لكل شيء اسمه تقنيات اي سي تي يعني كل شيء برمجة كل شيء كمبيوتر كل شيء أنظمة كل شيء تطور من هالنوع من بعد 2019 صار فيه فتنة بهاي الأزمة الأزمة الاقتصادية الآسية والعالم بطل فيه عندها الأدرى الشرائية صار فيه توجه من دول المنحة ومن الأورجانسيون المنحين يعني أنه يكون فيه توجه تيكون فيه replacement يعني تيكون فيه نخلق بلبنان منتوج لبناني تحتى يكون يحل محل المنتوج الأوروبي أو الغربي لأنه تبين بسرعة كتير أنه الإدرى الشرائية نزلت مثل ما بتعرف وصار اللبناني يجارب إلى البديل على البضاعة اللي كان يستور هذا من الصح يعني صار فيه بضاعة كتير تجي من غير بلدان هالبضاعة اللي اجت من غير البلدان ما كانت بمستوى اللبناني يعني من ناحية النوعية أو الجودة ما كانت من المستوى اللي كانوا معاودين عليها اللبنانية حتى الباكتجين يعني كيف بيوطبو كيف بالعلبة إلى آخر هالبضاعة من أملت بالأسواق اللبنانية صار فيه توجه أنه خلالنا نخلق بلبنان منتوج لبناني وخلال من 2019 لليوم لـ 2024 صار فيه أكتر من خمسمائة شركة انخلقت بكل شيء اسمه أكل وأجري فود وأجري مختصة بالمأكلات يلي هي اجت حلت محل المنتوج يلي كان ينجيب من أوروبا ومن أمريكا وبجودة وبنوعية كتير عالية هالشي هذا تبين أنه اللبناني نقلنه مبتكر نقلنه بيعرف طعم التمو نقلنه كمان عنده إذا بدك منفتح لكل العالم قدر يطلع هالمنتوج بسرعة كتير عالية وبالتالي هلأ صار عندك يعني عدد كتير كبير من الشركات يلي هي عم تخدم الاقتصاد اللبناني يعني الأسواء اللبنية وعم تتصدر للخارج بالمنتوج يلي هي عم تعمله هون وبالتالي كمان هذا صار فيه عندك نخلق عندك صناعة واتطورت الصناعة المأكلات تطورت تعدية أصناف وهذا الشي كمان بيدل أنه لبنان فيه عنده المكانة بموضوع الصناعة اللي كتير مهمة إن كان بالدول المجاورة أو حتى أوروبا أو أمريكا هذا يعني مثل هذا مثل كتير واضح وكتير يعني كتير ثابت يعني فتشفت على الويبسايت عندكم عندهم موجودين هالشركات أو هالناس أو البروغرامات التي تساعدوا العالم فيهم بهذا الإطار هؤلاء الناس موجودين بأي مناطق إجمالة بكل مناطق لبنانية بكل مناطق لبنانية وعا آخر حرب يعني هلأ للأسف ببعض نحن عنا اليوم 28 برنامج أوكي برنامج يلي فيه عدة برامج متخصصة بعدة مجالات ببرنامج من البرامج للأسف فقدنا أكتر من نص الشركات يلي كانت هي عم تعمل فيه لأنه هي بمنطقة الجنوب بمنطقة البقعة يعني عندك تقريبا 40 شركة من قص المية تريد تتسكر يعني أو المعمل انضرب أو المواصفين ما تبطلوا يدروا يصالوا فيك تعمل سنعات غذائية مية بالمية سنعات غذائية يعني مثلا تعطيك فكرة نحن تطوير كيف مثلا قطع يتقرض فيها تعطيك منتوج كمية أكتر من اللي كانت تعطيك هيها سابقا لي لأنه تستعمل التكنولوجيا يعني امتا تستعمل امتا بتتسق الماء امتا الماء تسقية وكيف طريقة تسقل زريعة وكيف بتتري يعني كل هالقصص هيدولي كيف تستعمل السولر بطريقة أنه توفر على الطاقة الشمسية إلى أخير توفر على باستعمال الطاقة الشمسية لك عندك يعني مثلا في عنا شركة خلقت بتأجرك للمواسم بتأجرك طاقة شمسية يلي انت فيك تستفيد فيها حتى تعمل الري إلى آخر يعني عنا عدة شركات خلقت من خلال كل هالبرامج هاي يلي هي عندك إبداع بالتكنولوجيا وعندك إبداع يلي تستعملها للإنتاج للإنتاج الزراعي للإنتاج المصانع إلى آخر طب قداش في ناس يعني عم بيتشجعوا من وراء هذه العملية أبتر ما فيك تتصور أبتر ما فيك تتصور هلأ من نحن أطلقنا كمان برنامج لدعم المؤسسات اللي ضررت خلال هالفترة بالحرب بالحرب أي مؤسسات عطيونا USAID عطتنا 250 ألف دولار يعني نحن لحن نعطي منح لعش شركات كل شركة 25 ألف دولار حتى نساعدهم بها شركات كانوا يشتغلوا معكم يعني تضررت بشكل يعني مباشر أو بشكل غير مباشر مباشر أو غير مباشر يعني مثلا وقف شغلة بطلت تصدر المعمل طبعا بمنطقة العمال مش قادرين يجو يعني كل هالشي هيدولي بس طبعا الشركات على حجم صغير حجم صغير أكيد حجم صغير فيه شروط معينة طب هذي الناس يعني اللي بيشتغلوا أو بيستفيدوا من اللي اللي بتعملوه تسويق المنتج تباعهم مين بيساعدهم على تصديق مين بيساعدهم إنه كمان يطوروا عملهم وش بعتني ممكن البراند اللي تطلع من عندهم ممكن تصير براند مشهورة ومعروفة كيف بيبريتاك فيه أكتر من 120 شخص أستيس باسام مسؤولين عن البرامج هيدولي يلي هن هيدولي أشخاص عندهم الخبرة عندهم الكفاءة وهن يعني بخدمة هالأشخاص هيدولي يلي بدهم يطوروا على تبيتهم أو بدهم يساعدوا يعني يطوروا المنتج طبعا يعني كل هالشي هيدا بخدمة المجتمع هلن يساعدون يعني أكيد ويساعدون ضمن البرنامج ولا لأ هيدا ضمن البرنامج عنا مثل ما قال 28 برنامج البرجت تبعنا السنوية هو 12 مليون دولار يعني تنصر فوق هالشركات هيدولي يلي نحنا مسؤولين أكيد نحنا ما بناخد ما بناخد حصة بالشركة هيدا كله عم نعمله على طلب الجهة المانحة يعني شو فيه شركات أخرى غير مثلا بيهتموا بالزراعة أو بالاستنعب في عندك بالتغذية في عندك بالنسيج عندك كتير شركات بالنسيج بالنسيج أكيد عندك شركات يلي هي كمان خاصة بالتطوير البرامج عندك شركات يلي هي كل شي إشياء حرفية يعني قطاع المعلوماتية الدب تهتموا فيه قطاع المعلوماتية قطاع كتير مهم وكان قبل 2017 أهم من اليوم ولكن من بعد 2017 أكل ضرب كتير قوية لأنه أنت أنت تعرف أن الأشخاص اللي بيشتر لهم برمجة هن بالعالم كله في نقص بهال الأشخاص بعدد الأشخاص وبالتالي وقت تصارية الأزمة فلوا بطريقة كتير سريعة ودفعونه مثل ما كانوا يدفعونه بالبداية بأضعاف يعني تطروا أنه يفلوا اليوم نحن ما عنا صناعة معلوماتية عنا صناعة بس خجولة بس صراحة بس هايدي مثلا هايدي الصناعة فينا النفس فيها إسرائيل أكيد فينا النفس فيها بس هايدي الصناعة كمان شو مخطرة وهلأ كمان فينا ننتقل هذا الموضوع هذا الموضوع الاتصالات الموضوع الاتصالات اليوم يعني مهم لدرجة إن كان بالشركات يلي عندها صناعة البرامج الكمبيوتر أو بالشركات يلي هي عامة عم تشغيل بلبنان يعني إن كان مستشفى أو مصنع أو شخص يعني موجودين ومكان مئة بالمئة يعني وإنت على تماث مع هاي التكنولوجيا بكل شي بكل حياتك إنت فيك اليوم تستغني عن تليفونك حتى مثلا التليفونيات في ماركات معينة بيقلك إنه هيدا ممكن يكون وتلعب بالخبرية إنه في ماركة معينة ممكن تكون مخترقة من خلال التكنولوجيا اللي موجودة فيها صح صح ممكن بس بغض النظر إذا نحنا مخترقين أو لا بدك تكون عندك تأمن وسيلة الاتصال صحي إذا ما أمنت وسيلة الاتصال كمان عندك مشكلة أساسية هيدا اليوم يعني اليوم إذا بدك كهرباء فيك تجيب البديل بتجيب جينيريتر أو بتاخد من الحي مطار الحي ماء تطاقة شمسية إذا تطاقة شمسية كمان الماء إذا شركة الماء ما أمنت لك الماء بتروح تشي سيتار مصبوط تشي كاميون الماء ولكن الإنترنت شو التأمن إذا اليوم جيب حمام الزجر بتجيب حمام الزجر يعني ما نرجع يعني إن شاء الله ما يرجعونا هالوقت حرب قالونه ما بقى تستعملوا التلفونات وما بقى تستعملوا مدرشو ما بقى تستعملوا مدرشو ما بقى تستعملوا أستاذ بسام موضوع موضوع إنترنت يعني موضوع مهم أهم شي متل موضوع التنفس عندنا خطر نحن نفقد يعني نتيجة للأوضاع التي يعيشوا هالبناء عندنا خطر أن نحن نفقد الاتصالات ونفقد الانترنت يعني وزير الاتصال كان على البلاتو من فترة قال هو أنه أكيد فيه خطر ليش فيه خطر عندك يعني شغلتين ممكن أنه تحصل عندك أو أنه العدو يضرب البنية التحتية يعني يضرب من السنترالات يلي يصال فيه الكابل البحري هذه إمكانية إن شاء الله ما تصير أكيد ويمكن إمكانية كتير ريموت يعني كتير صعبة أنه تصير ويكون حرب يعني مدمرة للبنان أكتر وأكتر بس عندك الإمكانية الثانية يلي هي شفناها كل منطقة الجنوب اليوم معزولة عن الانترنت لنا أنه دوربوا دوربوا كلهم تبقوا الامتيسي والألفا وبالتالي ما عندك اليوم اتصال بمناطق الجنوب والمناطق يلي قريبة من مناطق يلي هي مناطق ساخنة كمان الاتصال كمان أوقات عمينفقد ليه لأنه ما في كهرباء على سنترال أو كاميون المزوط ما عم يقدير ريسال وبالتالي كمان عندك خطر أنه تفقد الاتصال هلأ ممكن أنه نفقد الاتصال أكيد ممكن أنه نفقد ونحن أنه أكتر من سنة عم نقول أنه لازم ندول تأمن البديل إذا لم أأمن البديل بيكون كمان عم خاطر بالاقتصاد أنت اليوم يعني هل في بسألك سؤال هل في إمكانية أنه شو النسبة يلي أنت بتعتقد أنه ممكن أنه ينقطع الانترنت باللبنان بالنسبة لأيلي نعم 70-80% طيب إذا 70-80% شو يلي نعمل تحتى يكون في البديل شو البديل طيب أنتو عم تطرحوا ستارلينك نحنا الهايئات الاقتصادية كلها اجت وقالت ستارلينك أو البديل لستارلينك نحنا مش عم نقول ستارلينك لأنه ستارلينك مش حنا نحب محبة لستارلينك لأنه اليوم ستارلينك خلينا نفسر لك شوية ستارلينك ستارلينك السيد بسام شركة بملكة يلي هو طور تقنية يلي وضع أكتر من 6000 قمر استناعي فوق الأرض وقرب شيء كمسافة يعني تقريبا بين 340 كم ل600 كم مسافة عن الأرض بقية الساتيليت بقية الأقمار هن تبعد على قليلة 1500 كم إلى 35000 كم من الأرض وبالتالي التقنية التي يستعملها تقنية شبيهة للـ 5G التي نحن اليوم نستعملها تعطيك كمان الرقم تاني يعني الوقت ما أنت بس تحكي على التليفون أو تبعد المعلومة على التليفون تأخذ تقريبا على السيلولير 15 إلى 20 ميلي سجند على الستارلينك تأخذ من العشرين للـ 50 ميلي سجند على الساتيليت أنتو بس تستعملوا مثلا ساتيليت تطلعوا على عبر الأقمار هي 500 ميلي سجند في إشية اليوم أنت ما فيك تستعملها على الساتيليت العادي يعني التقليدي يعني مثلا جيمينج اللي بتجيب لعب جيم ما فيه يستعمل ستريمينج بيقطيش ما فيه أوكي مثلا النتفليكس أو الفيديو كونفرنس ما بيزبط أيلون ماسك اللي قدر يعمله أنه هالتقانية هاي بتحل تقريبا محل التليفون البرتابل وهو هلأ بلشت تجارب بأمريكا أنه على التليفون العادي تقدر تأخذ الساتيليت على ستارلينك إذا نعطع الاتصال وبالتالي هو اليوم عم بيقدم تيقانية أوفر نقل أنه كلفتها قواتي كتير نقل أنه قريبة على الأرض بس أغلى من العادي أكيد أغلى شوي من العادي بس اليوم إذا بدك تطلع البديل بدك تطلع شو موجود أوكي اليوم الكلفة الساتيليت كتير كتير عالية أكتر بكتير من يلي أنت عم تدفعه اليوم هو عمل طريقة وعنده عدد مشتركين يعني أفريقيا عم بيغطيها اليمن غطيها هلأ ارتكيف اليمن اليوم مغطى بستارلينك تصور اليمن مغطى بستارلينك نحنا عم نقول هي يمن منهم بس اليمن عم نقول نحنا لبنان لازم يكون عنده ستارلينك أو غير ستارلينك إذا الدولة البنية تتفق مع حدا تاني نحنا أكيد كقطاع كقطاعات انتجية نتمنى ما عنا أي مشكلة هلأ الدولة وأنا بفهم وزير الاتصالات كان عنده هجسين أول هجس هجس أمنة أنه في عندك قانون يلي بنص أنه الداة لازم تكون مخزنة على ثلاث سنين هيدا التقالو حل جماعة أجيرو والوزارة وزارة الاتصالات لقيت أنه بيخزنوا المعلومات يا بألمانيا يا بكطر هيدا التقالو حل ستجمع فينا نخزن المعلومات عننا إذا نقطع الاتصال كيف تخزنوا المعلومات هذه المشكلة يعني إذا اليوم أنت حبتيت بدك تخزن المعلومات ونقطع الاتصال الانترنت ما بيكون عندك مخزون للمعلومات مش هكي ما اضطر أنت أنه يكون عندك بلد تاني هناك قطر ما لح يصير في حرب فيها أفتيف أنت بلبنان معرض مش هكي عم بيقولوا أنه لازم يكون ببلد تاني هيدا أول نقطة نقطة تانية هي نقطة تجارية وأنا بعتقد أنه الوزارة فيها تصل لحل مع ستارلينك إذا عطيت هالخدمة أولا عم بتفوت أوبريتر عم بتفوت شركة جديدة على لبنان أوكي واليوم الشركتين ألف أوتوتش هني شركات تملك الدولة وعم بتحصين ما تخول مننا وتانيا ممكن أنه الكلفة تضارب على الأوجيرو والشركات الخاصة بلبنان إلى آخر مع العلم أنه أنا بقول أنه اليوم طالما عندك الدولة الكلفة طبعية الإنترنت والفايبر والأسئال والموبايل فون أقل من كلفة ستارلينك مع كل هالشي هيدا حق الدولة أنه هي تحفظ حقوقها وحق أنه تقول أنا بدي ضريبة على كل جهاز وعلى كل شهر استعمال هذا حق يعني مشروع مثل ما بيقوله وأنا بعتقد هذا الشي لازم الدولة تصال على اتفاق تجاري مع ستارلينك بس يكون كمان بنفس الوقت اتفاق منطقي تحتى الهاجس يلي كل هالعالم خايفة منه أوكي ما ما نوصله يعني إذا صار لا سمح الله شي يكون عندك البديل أنه سرائيل ما فيها تضرب كل شي فيه عالم عم تستعمل ستارلينك مثلا أوكي هيدا هيدا كلمتين موضوع ستارلينك طيب بس يعني اليوم شو المشكلة يعني ما زالة عم تقول المشكلة عرار مشكلة عرار مشكلة عرار عم تقول نحل أنا بقول مشكلة عرار ليش وشو المشكلة بالقرار ما فهم القرار بدك أنه يكون فيه رجعنا له كيف عندك عرار بدك تاخده شو بدنا من لبنان بدك حدا أن ياخد القرار وزير الاتصال لازم يكون عنده القرار هو ما في ياخد القرار إلا كمان يرجع مجلس وزراء وزير الاتصالات ما بيقدر ياخد هذا بده مجلس وزراء مجلس وزراء مجتمعا بده يقرر أنه أوكي نحنا عنا بمعادلة يعني بين نخير للعالم أنه نطمنهم نبانهم أنه لحيكون فيه عندكم عندكم البديل أوكي ويكون رسالة موجهة للعدو أنه نحنا كمان صار عنا البديل بالاتصالات هذا كمان بيكون رادع تحت العدو كمان ما يضرب لك البنية التحتية لو ضربها في عندك البديل أشكيف يعني بدك تشتغل بطريقة أنه أنت تسبق الغير طب شو فيه غير ستارلينك مثلا في شركة تانية أنا الوزير عن شركة تانية اسمه وانواب وعن شركة تالتة كمان ولكن هيدول بعد منهم جاهزين هيدا أول نقطة وتانية التقنية اللي عم بيستعملوها منها نفس التقنية لأنه شو اسمه ساتيلايت على مسافة 1200 وما فوق لذلك تنسي أعلى بكتير من ما تكون من 20 إلى 50 ميلي سجن هي من 150 ميلي سجن إلى 500 ميلي سجن دوك عندك يعني منها نفس التقنية دوك وأغلب كتير مع العلم أنه إذا هيدا موجودة خلي يكون فيه خيار للأشخاص البنية أنه ينقوا مع مين بدون يشتغلوا يعني ما يكون فيه صنف محصور مع شركة واحدة أكيد طيب أما تبعنا بياك بدي روعا زميني محمد علي أحمد يعني موجود بمنطقة بعلبك الهرمن وعم يذهب على التطورات العسكرية اللي عم تصير هناك محمد يعني حصيلة الاعتداء على بلدة الخريبة وكيف كان هذا النهار بمنطقة بعلبك الهرمن بس عمل الحصيلة النهائية لمجدر خريبة هي ست شهداء وخمس خمس جرحة نقول للمسلسفيات للمعالجي عائلة كاملة من بناتهم هذي ست شهداء أربعة أطفال وأب وأم عائلة كاملة خرجت من دائرة النفوص نهائيا بهذه الغارة الكتير قوية على منزل ببلدة الخريبة بلدة الخريبة اللي أول مرة هي بتستهدف على السلسلة الشرقية بها الطريقة هاي وبها الشكل هيدا ولكن كانت فيه غارة على أطرافها بس هاي المرة الوحيدة اللي بيسقط فيها شهداء أو مجدرة جديدة بترتكب بحق المدنيين فيه بعلبك الهرميل هيدا النهار تقريبا كان هادي نسبيا من الغارات بس نقل هاي المجدرة اللي عملتها عملها العدو الإسرائيلي بالطيران الحرب الإسرائيلي هايدي الغارة اللي سجلت اليوم خلال كل النهار بعد تشيع شهداء مجدرة الدفاع المدني قبل دوريس بعلبك بعد ما شيعوهم بوسط جو عزن جو عزن عميك جدا بغني ورفاء اللي حملوهم على الأبتاف إلى مسوين الأخير في بلدة الشهداء في أبعالبك شيعتهم وحصلت هايدي الغارة أما الآن الطيران الحرب المسيّر على علوم المطد يجب كفة مناطق البقع من البقع الغربي وصولا للهرمج بس نعم يعني كمان بالنسبة للوضع المعيشي والحياة محمد هل هذا الوضع يعني عم بيعيني أكتر من صعوبات كتير كتير الوضع المعيشي كتير صعب صعب بحلبك الهرمج خاصة في مراكز الاواء بكافة المناطق من الهرمج وصولا للدير الأحمر وصولا للبقع الغربي للإرقان لكثة المناطق تقريبا بالبقع المراكز الاواء تعاني كتير من المواد الغزائية شح بالمواد الغزائية ومواد التدفئة فسطا الجدير ذكره بسان حصيلة الغرات اللي صارت من أول الحرب لحلق حوالها 833 شهيد 1400 1400 جريح 1400 و3 جرح هاودي بالبقع أيضا هناك 1200 غارة يعني على منطقة البقع من البقع ككل عم نحكي من بداية الحرب لحلق يعني حوالها تقريبا سبع ثلاث وحدة سكنية بين المدمر والمتضرر هاودي خلال من بداية الحرب لها الوضع الصحي تقريبا نحك ماشي حاله بالبقع المستشفى عم تقول تقوم بواجبة بشكل كتير جيد بعد هادي الدربة اللي تلقاها الدفاع المدني بالمركز الأقليمي في بقعلبة أخذ قرار الدفاع المدني يرجع يستمر بمعدات جديدة وتصريح المعدات اللي انضربت بهذا المقر وإعادة فتح مقر جديد لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين بكافة مناطق الابقع أيضاً المراكز الأخرى بزحلة وبالبقع الغربي وبالهرمل وباللبوي تحاونوا جمعوا كلهم تقريباً ديوم بمنطقة بعلبك بمدينة بعلبك للوقوف مع زملائهم وتشيعهم وأخذوا قرار أنه بالمعاونة ككل يعني وين بتصير الغارة إن كانت بأبعد منطقة بالهرمل أو بأقلب منطقة منطقة بين بعض بيتعاونوا كلهم وبيتعاونوا وبيجوا وبيصعبوا الناس وبساعدوا الناس إذا في حال طلب منهم هاي رسالة الدفاع المدني اللي هي نحنا من جلو منحترم هاي الرسالة اللي كتير عظيمة وبينت اليوم بتضامن الدفاع المدني مع بعضهم وخاصة بحد درب الأليم اللي نتلاقها جسم الدفاع المدني شكرا لك محمد علي أحمد على كل هذه المعطيات والتفاصيل بديشير السيد مارون إلى أنه حصيلة الشهداء صارت 3452 وحصيلة الجرحة 14664 وبيشير كمان إلى رقم ملافت عندك 218 ألف مواطن لبناني نزحوا إلى الأراضي السورية نعم نعم أرقم مخيفة رقم كثير كبير 18 رقم لبناني بدخلوا إلى سوريا يعني لو نحن بالألفين بعد 2006 استفدنا من استفدنا يعني كلمة مش حلوة بس لو استعملنا النتائج الحرب طبيعة 2006 تنرجع نركز ونعمل بطريقة أنه نأمن هالمئة سنة اللي كنت عم بحكي عنهم بالسياسة بالاتفاق كمكونات كنا سوا كبلد كسياسيين كمجلس نواب بعتقد كنا تجنبنا كل هالقصص هيدولي هلأ أوكي صار يلي صار ما فينا نرجع لورا ما فينا نرد عاري بالساعة لورا ولكن هلأ 2024 هل نحن تعلمنا ولحن نتعلم أو لحن نرجع نعيد القصة تانية ولحن نماطل وما لحن نعمل شي ونرجع بنفس الدويخة من أول وجديد هذا السؤال وهذا السؤال بعتقد أنه يعني فيه شغلة يعني أنا تعلمتها كمان هو أنه لازم يكون عندك الشجاعة الأخلاقية الشجاعة الأخلاقية شو معناتها شجاعة تقول أني غلطت برافو عليك أنه أنت تقول الصح أو أنت ما تتطلع بحالك شو شي يلي أنت بنسبك لقلك شجاعة الأخلاقية يعني أنت تطلع شو المجتمع يلي أنت منتمع لقله شو بحاجة لقله أوكي يعني إذا أنت لو أخدت قرار يلي من هو شعبي حول يعني بالأشخاص يلي حوالك ولكن أنت أخدته لأنه هذا لازم تاخده لأنه هذا الصحيح صحيح هذا القرار الصحيح نحن لازم ناخد القرار الصحيح للبنان نحن كل سياسة وكل شخص كل مواطن مش بس السياسين المواطنين الشخص اللي عايشين بهالبلد لازم تنعوا إنه إذا أخدوا القرار الصحيح نحن ننجح كبلد ومش بس نبقي شعارات ونقول إنه نحن بنحب لبنان ياخي بتحب لبنان وتخربه للبنان يعني هذا حب لبنان أنا صرت عم بعمل حساسية عليه نقل إنه بتحبه وبتضربه بنفس الوقت كيف بتحبه في السري كيف بتحبه ما هو عم يضربه ليصير لبنان أفضل يعني بيقلك أنا عم بعمل هذا الشي كيف لوديك على لبنان أفضل ما ببعرف ودينا على لبنان أفضل بيشرحوا لجماعتهم بيقلوا لهم نحن هل عم نعملوا حتى نعيشكم بوطن أفضل بس كيف ببعرف إذا هو مقتنع إنه هذا لبنان أفضل خلينا نقعد على الطاول ويقنعنا إنه لبنان أفضل يا هو بيقنعنا يا أنا بيقنعه يا ننتفق سوى على صيغة تنانتنا نقتنع فيه بس ما فينا نظلنا هيك ونتكل على إنه بده يجي الحل من الخارج الحل من الخارج أكيد إله تأثيره بس الحل من الخارج أنا بيقلك بيجي بيدعم من الاتفاق الداخلي طيب بدي أرجع بموضوع الاتصالات بموضوع الاتصالات يعني وقت أنت بتأمن هالخدمة كان ستارلينج أو كان من غيرها من الشركات نعم بتصير ساعتها أنت يعني سايف بكل أو بس عندك بيكون عندك بديل بس بدك سايف بحالة أفضل بتكون بحالة أفضل أكيد بتكون مثل واحد السيارة عندها دوليب سبير بيكون عندك إمكانية أنه في حال ساب فيه عندك عطل تقدر أنت تشتغل وما توقف يعني عندك أنت اليوم أستاذ بسام عندك يعني أوكي نحن نحكي على التليفون أنت اليوم نقضع الاتصال بتمشي حالك بس فيه ناس إذا نعطع الاتصال بيختار ببيتهم فيه شركات اللي بتصدر المصانع اللي بتصدر برات لبنان بيختار ببيتها إذا ما قدر أمن البضاعة أو أمن الاتصال مع القصوم رستع بقوله فيه كل سنترز بالبنان عم يشتغلوا عم يشتغلوا عم يشتغلوا مع الخارج أوكي فيه عندك شركة تحسميها معلاش شركة موراكس يلي هي اليوم عم بتشغل ألف مهندس بلبنان أوكي وكان رئيس مجلس إداراتها سليم قدي كان بالاجتماع مع الوزير قال له أنا فوت على لبنان مئة مليون دولار بالسنة ما عاشت بشغل ألف شخص بلبنان أوكي أنا في عندي مصدقيتي لأنه هو بيشتغل بالعالم كله ما بيشتغل بلبنان يعني ما بيبيع منتوجه بلبنان بيبيعه بالعالم كله طيب هيدا الشخص هيدا إذا وقف لبنان شو بيصير فيه وهو ججابره أساسا من أصل 3000 مهندس عنده نياب العالم فيه ألف بلبنان طيب نحن لازم نقول له كدت خيرك أنا محل وزير الاتصالات أنا بيجي بركب له بنفسي الفيسات بركب له الساتليت بنفسي بس ما هو الوزير بيعمل بيقول مش تعرق اللي مش عنده يا سيدة هو مسؤول عن هيدا الكطاع أستاذ بسام ما ممضحك على بعضنا هو مسؤول عن التطاع اللي مش منه هو بديو يشتغل بإداءه بإجراء يقدر ياخد قرار لحاله بديو ياخد هو بديو بديو يصر وبدو يشتغل على القرار بديو يطلع بديو يعمل لوبينغ عند كل وزير بديو يعمل لوبينغ عند رئيس الوزارة وإذا فيه عرائيل هو بديو حلهم هو الوزير لأن الوزير بعده عم بيقول أنه المشكلة عند الأمنيين أنه الأمنيين بيقولوله بقى طول بالك نحن عم نعمل تجارب نحن عم نعمل مبارشولا إذا فينا نضبط هذه الاتصالات أو لا أو استخدام هذه الداتا أنا ما ألا حق أحكي بس أنا أبأكد لك أنه المشكلة اليوم منا عند الأمنيين الجواز هو الأمنيين خلص كان فيه مشكلة مظبوط بس الجواز هو نحن كل نهار نتأخر كل نهار بيكون عنا خطر أكبر وأكبر وعم نشوف أنه العدو يعني ما عم بيسيرنا أوكي عم بيساعد عم بيضرب يعني عم بيزيد درباته عم بيزيد ما فيك ما بتعرف شو ممكن يصير أنا مش عم بقول هيك انت حتى هول أو خوي في العالم لا مش عم نهول بس نحن عمام واقع عمام واقع ممكن يصير أنا عندي والله مصلحة عمام واقع ممكن يصير أنا عم بقول لك أكيد عندي مصلحة أنه ما يكون فيه انقطاع بالمواصلات بس أنا أبقى أكيد لك كمان وأنا أكيد أنه الوزير هو منه ضد أوكي بس فيه فرق بين ما يكون ضد ما يكون ضد ما يكون ضد ما يكون ضد بلا منه معالي فيه فرق بين ما يكون ضد ويشتغل لهذا الموضوع بطريقة يعني دائمة ويصر عليهم يعني يطلع عن رئيس الوزارة يعني بدك بدك منه جهد أكبر بدك جهد أكبر يمكن أنا يعني بالكتاع الخاص هاي دي هيك نعرفها يعني أنت حضرتك تعرف أنه الكتاع الخاص بيشتغل بطريقة مختلفة عن الكتاع العام أوكي نقل أنه كتاع الخاص أولويته هو السمارية يعني إذا أنا اليوم ما جبت آخر شهر مصاري ل للشركة ما فيه ندفع معاشات أوكي الكتاع العام فيه يتدين مثلا أوكي إذا ما عمل اللي لازم يعملو عرفت مني كيف يمكن أنه يمشي الحال أوكي ما بيتحاسب مثل الكتاع الخاص لأن الكتاع الخاص بالنتيجة عنده غير معايير وهون كمان يمكن مشكلة لأنه كتاع العام لازم يتحاسب مثل الكتاع الخاص يعني ببلاد الخارج ليش بيقولوا لك أنه مثلا هذا والله استعمل السيارة استعمل سيارة الوزارة لقرات شخصية شحطوه طر يقدم استقالته ما أنه عنده المحاسبة أوكي يعني نحن النهاري اللي من نصل على المحاسبة كمان بيصير كمان بلد بيصير عنده غير وجه كمان بهذا الموضوع يعني بالموضوع اللي إله علاقة بالاتصالات وقت تجي أنت بتقول أنا بدي أجيب هالنوع من الاتصالات طب هدا ما بيأثر على الشركات الأخرى الموجودة في لبنين شركات الأخرى يعني أنا أنا ببقى أفتش على الخدمة الأسهل لو كانت أغلى شوي على الخدمة الأسرع لو كانت أغلى شوي شوف بروح عليهم أنا أنا شخص مؤمن مؤمن بالفاير كمبيتشن يعني يكون عندك منافسة شريفة نحن علينا لبنين أنه نكون يعني على مستوى نقبل المنافسة ما يكون ما نغطي حالنا بإشياء وهمية أو بإشياء نسكر على حالنا أنه ما نقبل هاي وما نقبل هاي وما نقبل هاي علينا أنه نكون نافس علينا أنه نافس أخي لاش فرنسا تفوت مصاري للدولة أنت بك تفوت مصاري للدولة أكيد بس فيك تفوت مصاري للدولة بدأت تلاقي الطريقة الزكية تتفوت مصاري للدولة لا من خلال ستارلينك أو غيرها بتفوت مصاري للدولة أكيد اليوم الدولة عم تاخد من شركات الخاصة مثلا 25% من من الفاتورة صحيح زائد كل الرسوم والدرايب زائد الساعات الدولية زائد الساعات الداخلية تعمل حسابها دولة عم تاخد 70% الدولة اليوم تاخد صحتان عقلبها الشركات عم تشتغل صحتان عقلبها يخلوها تشتغل تجي اليوم أنت المنافسة إذا كان في منافسة شريفة الشركة يلي هي ما بفيها تنافس تطلع من السوق هذا حال الاقتصاد العالمي يعني ما نجزي مواحد يخاف من المنافسة الشريفة إذا في منافسة شريفة كان الدولة أو الشركات الخاصة لازم تعرف تتعاطى بهذا الموضوع كيف دخلك بلاد برا يتعاطوا بهذا الموضوع يتعاطوا لهذه الطريقة لا تصدقوا أنه الدولة بتعبر أنه قطاع الخلوة والله هذا قطاع كتير أساسي ومن خلاله من خلال استخدام الإنترنت فوت مصاري بشكل كتير كبير على خزينة الدولة الدولة ليش يقول أنا أنه اليوم والله أنا عم بفتح العودة اللي اسم مجالي يعني يحطوا دريبة كمرحلة أولى تحتى تضل الدولة تأمن على شو اسمه مدخولة هذا ما في يعني ما في اتنين يختلفوا عليه نحنا ما بدنا أنه الدولة اليوم يا سمح الله أنه تكون بعجز أكتر ما هي بعجز بس عم بقول مع الوقت لازم واحد يلاقي غير مصادر غير مصادر مدخول للدولة يعني ما لازم هي تتكل أنه والله أخذت حطي الضريبة وهذه الضريبة سأعطيك كمان مثل الدولة هي هي نفذته كانت في تورة السلولار قدية بالماضي كانت تصل على 60 و 70 و 80 دولار صحيح طب اليوم قدية في تورة السلولار 20 دولار الدولة منى 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 مش ماشي حالة عم تبقى دونك قدر تعمل تنظيم وضعه نفس الشي يعني بس أنت بدك تقدر تطلع من دايما الخوف أنه والله أنا بدي أعمل اكسيوزيفيتي أو بدي أنا يكون عندي الحصرية الحصرية لأنه إذا ما عندي حصرية بالكهرباء كهرباء لبنان كهرباء لبنان بالزمانات بالستينات والسبعينات ولغاية أول الحرب كانت تفوت مدخول للدولة ليه بطلت تفوت مدخول للدولة كهرباء المصافي كرابلوس الزهراني صحيح يفوت مدخول بطريقة يعني كتير كبيرة بظلوا يحطوا درايب بيحطوا درايب على الشركات الأمريكينية والإنجليزية لا هالشالون بس هالشالون استلموا هن انبسطوا أول سنة وسنتين وثلاثة وأول كم سنة انبسطوا بس بعدين وقفت السيانة بطلوا يعملوا السيانة وقفت المصافة وقف الخط الأنبوب من العراق وقف خط الأنبوب طلعا السعودية وفارطت يعني ما واحد بده يتطلع برجع بقلك سياسة الدولة مش على سنة وسنتين وخمسة سنين سياسة الدولة لازم تكون على عشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة يعني انتوا هم ما بدكن انه الدولة تفوت بهذا القطاع يا بالعكس تفوت بهذا القطاع تفوت انه تكون هي مشرفة منتبه هي مشرفة القطاع الخلوة السيس باسام الدولة هي حقا انه تعمل تنظيم الأسواء وتفوت نهار اللي بتحس انه في منافسة بتعرض الدولة أو مواطنينها مواطنيها يعني مثلا بابرس تعطيك اجزامبل بابرس الدولة عندها احتياط اوكي اذا بتحس انه وفي شركات تشتغيل وهي حط يعني منظم السوق بتقلهم شو فيهم يعملوا وشو ما فيهم يعملوا اذا بتحس انه في شي عم يعمل بطريقة غلط تدخل الدولة تما تخليهم هني يستفيدوا أو يعني بطريقة غير مشروعة يكونوا هني مستلمين لهيدا بس هون عندك على طول انه الدولة كيف بدقلك يعني بياند يعني اكتر من هي حريصة على المواطنين حريصة على نفسها اوكي لأنه بتفوت بالسياسة انه والله هذا المرفق مستلمينه اذا بقدك الطواقف او هذا حكي ما بيقوم بقى بال2024 وبال2025 كان فيه ناس عم تستخدم ستارلينك بدبنين كان فيه ناس عم تستخدم ستارلينك وقفوها لا وقفوها لا على طلب وزارة الاتصالات قالولون لا ستارلينك فرجونا مبادرة حسنة منكن حتى نحنا نحكي معكن ونشوف كيف بننتفق سوا وقفوها وقفو المستخدمين اللي عم يشتغلوا على ستارلينك وهنف بالفعل وقفوها طب اليوم كمان الوزيع عم بيقول انه ستارلينك زادت من الشروط لحتى تشتغل مع لبنان انه بالقبل كانت شروطة اخف اليوم صارت شروطة اعلى ما بدي بيين كأنه انا عم دافي عن ستارلينك لانه كمان عم دافي عن الدولة من نفس الوقت لأ ويلي صار وقت ملاشية ستارلينك تحكي مع الدولة كان من اكتر من سنة اسعار ستارلينك عالميا كانت بمحل ما وصارت بمحل نزلت اعتبرت الدولة انه والله كانوا وعدين انه يكون السعر تنقول قالوا 100 دولار كان بالشهر و30 دولار بدأت تاخد الدولة هلأ ستارلينك عم بتقولون انا بدي اخد بدي اخد الابنمان بدي اخد الاشتراك ب50 دولار كيف بدي يعني اعتبروا انه الدولة انه عما يعملوا عم بيلعبوا عليهم بس عالميا اذا بتطلع ادي كان السعر و ادي صار السعر هلأ عم بيلزلوا سعرهم للجماعة هلأ اكيد هلأ عندهم سياسة عالمية بس ما معناتها انه هايدي السياسة العالمية ما فيهم يعملوا اكسبشن للبنان بوضع اللبنان الخاص بموضوع الضريبية اللي انا حكيت عنه بيقدروا يعملوا هيدا اكيد فيهم يعملوا اكيد فيهم يعملوا واذا رفضوا انه يعملوا ساعة تخلي الدولة تقول لا انا ما بدي ما بدي اعطي ما بدي اعطيكم لايسنس ما بدي اسمحلكم تب هو بدك رخصة يعني انت كشركة اكيد اذا بدك رخصة بدك رخصة بيعطيكيها مجلس وزراء ما بيعطيكيها لا ستارلينك عم تطلب رخصة انه تقدير تبس فوق لبنان اوكي تاخد الرخصة تبس فوق لبنان نعم بس انا بدي امرو بشركة انت رأيك دمو فيك تشير ديراكت من ستارلينك او فيك تشير من خلال شركة بلبنان او يمكن اجار وبكرة تبيع الخدمة اي بس كشركة انت خاصة اذا بك بيع الخدمة بدك رخصة حسب الدولة اذا هي بتقرر انه بدى رخصة او لا او بتقول اوكي انا عطيت لها ستارلينك وستارلينك فيها تعين ممثنين عنها هاي عايدة للدولة بس ستارلينك بدى رخصة لتبس على البنان اكيد وهي رخصة مجلس وزارة بدو يعطيها اكيد يعني يعني من خلال وزارة الاتصالات يعني ما فيك تعمل شي بلا رخصة يعني ما فيك تعمل شي بلا رخصة نعم هي شركة تحت رمحانة يعني كان هي اول شي بلشي تطاطي الخدمة بس هكي ما لشي تطاطي قبل ما كان مع رخصة اي نعم انه كانوا عم يستعنونوا كانوا الأجهزة اللي فاتت على لبنان فاتت بطريقة غير اذا بدك غير شرعية ما فاتوا عبر القمرك او ما فاتوا ايه هاي دي جبتتا ستارلينك على لبنان نعم الأجهزة بدك فوت الأجهزة الإجهزة جبتها ستارلينك على لبنان لا مش ستارلينك جبتها وقوموا بالأخصار وقوموا بناس أخطوهم على حسابهم فقطو على لبنان فتفوت بطريقة عادية؟ لا مفروض لأنه مفروض كل جهاز اتصال التليفوني اللي أنت جابه مفروض يفوت بطريقة شرعية ياخد شرعية ياخد موافقة من وزارة الاتصالات لكن كثير من الاشياء يتفوت في لبنان بدون ما يكون فيه بدون ما يتأشر الجماريكو وبدون موافقة وزارة الاتصالات بس حتى كبين ستارلينج أرسلت أجهزة إلى اللبنان هيك في مثل الوزير أنا؟ أرسلت أجهزة لا حتى يقوم تجارب عليهم التجارب أكيد بعثوا خمس أجهزة بعثوا للأجهزة الأمنية بعثوا حتى يعملوا التستينج عليهم شو بتحسن شو بتحسن بشغل المواطن هيتك أنت بس تخلص المقابلة بدأك تروح تشل ستارلينج شو بتحسن هي جهاز قد كبر الكمبيوتر اللي قدامك بتحطه على البالكون بتحطه على هيدا هو لحاله بيعمل بيبروم الأنتر بيلقط الساتليت ورأساً بيعطيك بيأخذ الإنترنت بيعطيك إنترنت رأساً بدون أي شيء وأنت كيف بسطه فيكون ويرلس أو ويرد ويرلس مثل الواي فاي مثل الواي فاي نفس الشي نفس الشي بقلتلك أنت عم تقول أنه ممكن عم يدرسوا أنه سيد دغري تاخدوا على تليفونك لا على تليفونك هلأ بلشوا التجاري بأميركا هلأ با فيك تاخدوا وزير قرمي يعني ممكن إحنا بسطه منه بالوزير يعني ممكن إحنا مثلاً بس يكرروا هوني ويكون خلص صرفينا ناخدوا على ممكن إه يعني في تتأخر العملية وهلأ إذا يعني بس بدك أنه ستارلينك يفتح فوق لبنان لا أكيد أكيد يعني إذا طلعت بالبحر خمس أميال ست أميال فيك تاخد الاتصال لأنه بتكون خارج المياه الإقليمية آه بيعطيك خارج المياه الإقليمية أكيد هلأ موجودة أكيد وين مرح بالعالم بالعالم ستارلينك وين موجود لا لا اليوم إذا أنا طلعت برات المياه الإقليمية اللبنانية وعندك جهاز أكيد منذ ما تكون عامل اشتراك منذ نجه لا أكيد بدك اشتراك بس إنه ما بدك لايسنس ما بدك رقصة ما بدك رقصة لأنه هيني بيعتبر مياه دولية موجودة بأبروس يعني ما تروح لبعيد يعني موجودة بالأردن الأردن من هلأ لأول السنة بيعطور بمشغالة لح تكون شغالة مين في عنا هنا وإن في إسرائيل شغالة فيها إسرائيل شغالة فيها يعني عنا إسرائيل وعنا الأردن أي أبروس أبروس كل حولينا يعني تركيا تركيا بظن شغالة كمان العراق لا العراق من أكيد بس بتصور كمان نفسي بيمنع يعني إن شاء الله حلقة الجايب يكون ستارلينك شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهدينا رح ناخد برايك إعلاني وبعدها من نكون مع نشرة أخبار المساء شكرا لك 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 شكرا لك